فتفلي سخن ادينه مخفضات حرارة اول سنة من العمر ادينه حاجتين مخفضة للحرارة بالتبادل كل اربع ساعات واعمل له شوية اتكمدات ولو سمحت بلاش تتطوع تدي مضادة حيوية عشان ما بواصل قولون وادخل العين في توحد فيما بعد يبقى انا ايه ما بعالج العين مش عايز مكسب سريع النهاردة يقوله علي يا دكتور شاطر وجميل ويبقى تخفي بعد يوم ولا بعد يومين لا وبعد كده لما يعد السنة يخش في سمات توحد خلي عندك ضمير في الشغل ادينه مخفض حرارة ما تدينهوش حاجة تضره لو ما ديتوش على الاقل لو مش هتدينه حاجة تنفعه على الاقل ما تدينهوش حاجة ايه تضره دفع الضرر اولى من جلب المنفعة واتفاهم الام الام هتفهم لما تكون ام عقل كده هتفهم قول لها والله الواده هيسخن يومين ثلاثة ادينه مخفضات حرارة يبقى العين مستني اليومين ثلاثة بتاع الحرارة وما يستعجلش يدي مضاد دحاوي في الاطفال قبل سن السنة لان معزن الامراض قبل سن السنة امراض فيروسية تدي مخفض للحرارة يوم واثنين وثلاثة تبس تلاقي العين سيخن يوم واثنين وثلاثة وعلى رابع يوم يبدأ يظهر عليه طفحة احمر على الجلد والحرارة تختفي كأنها لم تكن دي حاجة اسمها الريزيولة او الطفح الوردي الريزيولة ده فيروس نبني مجموعة الحصبة بس هو مش حصبة طب ازاي تفرق بين العين اللي زار عليه اللي كان سخن ده وزار عليه طفحة احمر دي حصبة ولا مش حصبة مع الريزيولة او الطفح الوردي الحرارة تختفي مع زهور الطفحة كأنها لم تكن يبقى عيل سخن 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 زهر طفح والحرارة اختفت يبقى ده ريزيولة طفح وردي طب عيل تاني سخن 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 وبعدينها زهر عليه طفح وكمل سخنية سخن 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 ده حصبة يبقى تفرق ما بين الحصبة والطفح الوردي مع الطفح الحرارة بتختفي يبقى دي روزيولة أو طفح وردي مع الحزبة مع ظهور الطفح الحرارة بتزيد أكتر كمان الحزبة ده ايه قلف كتير قوي نتيجة المجهودات بتاعة وزارة الصحة وبحييها مشكورة أن هي التطعيم بتاع الحزبة ايه او الحزبة الحزبة والحزبة الألماني بيتاخد عند سنة سنة بانتظام وروتين فده قل النسب للحزبة وما بقناش نشوف حالات حزبة إلا في مناظر لكن استيل بنشوفها يبقى عايل سخن وبصت لقى منخيره سايبة وعنى عمالة دمع والدوق بيدايقه مش عايز يفتح في الدوق ويسخن أربع خمس تيام وحالته ويحشى كده وبصت لقى بعد كده يحصر عليه طفحه على وشه كده وينزل على صدره وعلى بطنه والحرارة الزيد يبقى ده حسبة علاجه ايه مخفضات للحرارة وراحة وسوايل كتير وما تديش أي مخفض للحرارة في أسبرين باراستامول تدي ما تديش أسبرين لان لو ديت مركب في أسبرين في فيروس ممكن تقلي بحاجة اسماري سندروم يحصل فشل في الكبد فلو سمحت أي طفل بلاش مركبات الأسبرين خالص نهائي في الأطفال مش إلا لو في حاجات معينة كده هبقى أحكي لكم عليها بعد شوية إمتى دي أسبرين يبقى عايل ايه سخد تدي له باراستامول ولا حاجة مرة واثنين لغاية ست مرات في اليوم ما فيش مشكلة وتعمله كمدات وتخف الهدوم بلاش تكلفت العيال واخبالك ولو ظهر طفح الطفح ده مش محتاج دهان هو هيروح لوحده